موسيقى كل سنوات طيبين رمضان كريم وسيام مقبول رمضان بفكرنا بالتراث والتاريخ وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز اكلمكم عنه الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة ده علماء المسلمين نظموا المعرفة لسبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام نهاردة هنتكلم عن واحد من أشهر علماء المسلمين هو ابن البناء اتولد في مدينة مراكش وعرف ابن البناء نسبة لجده اللي كان محترف مهنة البناء ابن البناء تلقى علوم العصر من اللغة والشريعة والفقه في كل من المراكش وفاس على يد المجموعة من كبار العلماء في فاس اتعلم ابن البناء علوم الرياضيات على يد معلمه ابن حجلة وظهر نبوه من سن صغيرة خالص تكرس حياته وجهده في تعلم الرياضيات من حساب وجبر وهندسة وغير كده واكسب اشتغال بالبناء برياضيات شهر عظيمة جدا بين المعاصرين بتوعه تنال حظه في بلاط دولة بني مررين في فاس وكان يستدعو الأمراء لإلقاء دروس الحساب والهندسة والجبر على البلاط ابن البناء اعتمد على الأرقام الهندية المعروفة بالغبارية والأرقام الأندلوسية المعروفة بالعربية ابن البناء الحقيقة اهتم بقضايا الكسور ووضع قواعد لجمع مربعات الأعداد ومكاعباتها وحط طريق الحل لمعادلات دراجة الأولى وعمل تسهيلات لعملات الحسابية كلها وادخل تعديلات على الطريقة المعروفة طريقة الخطأ الواحد ووضعها بشكل قوانين رياضي واشتهر بالجوانب التطبيقية في علم الحساب وفي الموسيقى لأن احنا طبعا نعرف إن فيه ربط ما بين الموسيقى والحساب لأن النسب ما بين الأوطار بتودي الأنغام والأنغام لها وزنة خاصة والرياضيات ممكن منها الترجمة ابن البناء ترك لنا الحقيقة مؤلفات كتيرة جدا 82 مؤلف أغلبها في علم الحساب والرياضيات والهندسة والجبر من أهم هذه الكتب كتاب رسالة الجزور وكتاب الأصول والمقدمات في الجبر والمقابلة كتاب قياس السطوح كتاب مدخل إلى إقليدس إشارة إلى العالم الجليل اللي كان في مكتب الإسكندرية القديمة واللي وضع أسس الحندسة ولكن يمكن أشهر كتاب له كان تلخيص أعمال الحساب لأن هذا الكتاب بيحتوي على أفكار مبتكرة وأيضا أدى للناس المعاصرين له طريقة إنهم يتعاملوا مع أغلب العمليات الحسابية رحم الله ابن البناء العالم الجليل العالم الجليل الذي أسهم الكثير الكثير في علم الرياضيات المترجم للقناة